قبل أيام من الانتخابات في بريطانيا تتحدث حكومة حزب المحافظين عن أهم إنجازاتها المتمثلة في تعافي مستمر للاقتصاد بعد سنوات الأزمة العالمية لكن ذلك على ما يبدو لا ينعكس على المواطن العادي والشواهد كثيرة هنا فيما يعرف ببنوك الطعام يقول المسؤولون إن أعداد طالب المساعدة لسد رمق أسرهم تتزايد باستمرار ارتفعت أعداد من يطلبون المساعدة بنسبة 19% رغم أننا افتتحنا عددا أقل من ببنوك الطعام هذا العام وبين هؤلاء هناك 400 ألف طفل والسبب كما يبدو من خلال سؤالنا لهم هو انخفاض مستويات الدخل والقيود التي وضعت على نظام الإعانة الاجتماعية لا يقتصر طالب المساعدة على المتعطلين أو منخفض الدخل فحسب بيانات بنوك الطعام فإن كثيرا من فئات المجتمع باتت تطلب المساعدة هذه مجموعة مما يعرف بالأطعمة الأساسية هذا كيلو جرام من الشفان ثمنه لا يتجاوز جنيها استرينيا واحدا هذا نصف كيلو جرام من الحليب ثمنه تقريبا نصف جنيه أما هذه العبوة من الفصولية الجافة فثمنها أقل من جنيه ورغم رخص أسعارها بشكل عام لا تبدو الكثير من الأسر في بريطانيا قادرة على توفيرها لأطفالها بالشكل الملائم وفيما وصف المراقبون إحصائيات بنوك الطعام بالقنبلة الانتخابية ضد المحافظين يصر رئيس الوزراء على نجاحات اقتصادية لا خلاف بشأنها كما يقول حتى لو كان الفقراء في عهده قد تزايدوا أريد أن تقل أعداد من يعتمدون على بنوك الطعام وتزداد أعداد من يعملون في وظائف دائمة وقد أنشأنا ألف وظيفة يوميا منذ تولينا الحكم هذا رقم إحصائي ولكن الحقيقة وراء الرقم هي تزايد أعداد القادرين على إعالة أسرهم ومهما كان الخلاف بشأن الإنجازات أو الإخفاقات الاقتصادية لحكومة المحافظين فإن الحقيقة التي لا خلاف حولها هي أن العامل الاقتصادي سيكون الأكثر تأثيراً في تحديد الحزب الفائز في الانتخابات المقبلة إضافة إلى شكل الحكومة التي ستتولى إدارة البلاد خلال السنوات الخمس التالية أشار سعد سكانيوز عربية لندن